السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحتات النماذج العالمية للطقس بالمغرب ابتداء من يوم السبت وكذلك التوقعات الأيام القادمة فأولا أخي أختي بغيت ربي يساعدك اشترك في القناة وفعل ذلك الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم وسبقا بالنسبة للفترة الصباحية من يوم غد إن شاء الله فستكون كذلك الأجواء مستقرة إلى قائلة سحب وسيطرة المرتفع الجوية للأجواء مع أختيارة بملخفة جوة سنرى إن شاء الله في الأيام القادمة إذا كان سيدخل في هذا الفيديو إن شاء الله اليوم الأحد إن شاء الله فستكون أجواء كذلك مستقرة بدون تغيير كبير وكذلك بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله يحتمر ويتوقع بين الله أن تكون انخفاض منحوض في درجة الحرارة وتقس نسبيا صافي وصحه في جميع مناطق المملكة أما بنسبة كذلك اليوم الثلاثة إن شاء الله فيحتمل دخول بعض الزخاش الرعدية على الواجهة المتوسطية والمناطق المعنية إن شاء الله فيتباينت وكذلك سكورم الداس وكذلك عاطف بإذن الله وتزا وبإذن الله إيسقان شاون بإذن الله وتاونات وكذلك أمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة على مدلة وخنايفرة وكذلك تباينت بالنسبة كذلك لمناطق الأخرى ستكون أجواء مستقرة إلى قليلة سعوب بالنسبة ليوم الأربعاء كذلك يتوقع أن تكون أجواء كذلك مستقرة إلى قليلة سعوب في المرتفعة الأطلس مع احتمال بعض القطارة الضعيفة والمتفرقة بالنسبة كذلك اليوم الخميس إن شاء الله فيتوقع استمرار طقس المستقر مع تقدم هذا المنخفة تدريجيا من المملكة سنرى إن شاء الله إذا كان السيد خول إلى المملكة بالنسبة كذلك اليوم السبت ستاش أكتوبر بإذن الله فيتوقع أن تكون أجواء مستقرة وتقسم مفاجئ إخواني الأعزاء فهناك التوقع تبعيدة المدى تتغير باستمرار فإن شاء الله هذا المنخفة الجو سيدي إلى مطار مهمة ولعدة أيام إن شاء الله في الأيام القادمة التي سوف نقدم لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله